بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يحن القلب في هذه الأيام إلى حج لبيت الله جل وعلا ندندن كما قال المحب الهائم يحن القلب يا الله إلى حج لبيت الله بناه خليل مولانا وإسماعيل حين صباه لبس البيض من ثوب ولبس البيض ما أبهاه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ربي حقا حقا لبيك ربي تعبدا ورقا لبيك ربي ذلا وانكسارا كيف نستعد لهذه الرحلة المباركة الاستعداد نوعان استعداد مادي واستعداد روحي فالاستعداد المادي يكون بالنفقة لأن الله جعل الحج على المستطيع قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فالاستعداد المادي أن يقدر الإنسان على النفقة أن يكون معه ما يكفي نفقته ذهابا وإيابا وإقامة في الأراضي المقدسة وأن يترك لأولاده ما يكفيهم مدة السفر هذا بالنسبة للاستعداد المادي أما عن الاستعداد الروحي فيكون بتشوق الروح إلى بيت الله الحرام أن يحج الإنسان بروحه وقلبه قبل جسده لأن الروح تستأنس بعبادة الله والأرواح حجت قبل الأشباح لما قال مولانا جل وعلا لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال الخليل يا رب وأين يبلغ صوتي أنا في مكة إن ناديت على الناس ليحجوا أين يصل صوتي إلى بقاع العالم والأرض فقال مولانا جل وعلا يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ فأذن الخليل إبراهيم وقف على جبل أبي قبيس عند الكعبة وقال أيها الناس إن الله بنى بيتاً وفرض عليكم أن تحجوا البيت فحجوا فلبته الأرواح قبل أن تنفخ في الأشباح والأجساد لأن الله خلق الأرواح قبل الأجساد لباه من كان في أرحام النساء وأصلاب الرجال فمن لبت روحه مرة يحج البيت مرة ومن لبت روحه مرتين يحج البيت مرتين ومن لبت روحه عشر مرات يحج البيت عشر مرات ومن لم تلبي روحه في عالم الأزل لا يلبي بلسانه في عالم الحقيقة عالم مبارك عالم يعيش الإنسان فيه هذه الرحلة الروحية هذه الرحلة القدسية هذه الرحلة النورانية رحلة إلى بيت الله الحرام وأنت ذاهب لأداء فريضة الحج هنيئا لك وأنت تلبي الله يباهي بك الملأ الأعلى وأنت تلبي وتجهر بالتلبية تلبي معك الأشجار والأحجار وجميع المخلوقات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام اللهم يسر لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام يسر لنا الصلاة خلف المقام والشرب من ماء زمزم واجعلنا من الواقفين بعرفة هذا العام وكل عام يا رب العالمين اللهم آمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وشكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته